السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي هم نتكلم على فريست اي اي وور او الحرب الاولى بين الانسان والزكاء الصناعي فما تستانيش كتير لان هي حصلت بالفعل وده بشكلامي ده كلام الصحف العالمية ان اول حرب بين الانسان والزكاء الصناعي هي وقعت يوم 7 اكتوبر بين حماس والكيان لان الكيان كان بيستخدم الزكاء الصناعي في حيات كتير جدا كان الكاميرات مزودة بالزكاء الصناعي بحيس لو اي حد قرب منها ومعا عالم فلسطين فيتم اطلاق النار عليه مباشرة بيتم تحليل الوجوه بحيس ان هو يكتشف لو فيش جخصة مطلوب بدون انظار كاميرا المراقبة بيكون فيها جهاز يطلق النار على طول عليه لو اي حد ماشي ولابس زي عربي او لابس حاجة معينة بيتم اطلاق النار عليه وتم التغلب عليها بشكل سهل جدا وسريع بمجرد ان درون حملت حاجة معينة مادة معينة وطارت فوقيه ونزلت عليه راح تشت المادة دي ابس داته زي مثلا الكاميرا اللي شغالها ديت فيه مثلا حد هكر بيقدر هو يخترقها حتى لو لمبة بتاعتها مش ايدة حتى لو هي مش شغالة حتى لو هي شغلت من حاجة تانية بياخد الداتا مجرد انها حطيت سواع كده خلاص انا ابطلت مفعول كل الكلام اللي هو بيقوله حتى كانت فيه صورة مشهورة مارك زوجر بيرج وحطيت لازقه كده على الشاشة بتاعت الكاميرا طيب زكاة الصناعة اصلا بدايته كانت مع الحرب العالمية التانية ١٤٤٠ لما كانوا عايزين يفكوا الشفرات بتاعت الالمانيا فامريكا قالت لو حاسمه انا تولينج معاكم سانية مفتوحة عشان تعمل زكاة الصناعة يفك الشفرة ديت لانها بتتغير كل يوم ففعلا عمل قالت تولينج وبدأت تفك الشفرة فالفكرة كلها ان ما فيش فلوس للبحث العلمي لكن فيه فلوس البحث العلمي اللي ممكن يخلينا ننتصر في القضية طيب الحرب لو رجعنا بقى لسبع اكتوبر فهي ما كانتش بين الانسان والزكاء الصناعي مباشرة لا وده اللي احنا متوقعينه ان بتبقى بين الانسان وحد بيستخدم الزكاء الصناعي يعني الزكاة الصناعي بيش هيتوتك بشغل لشتغل مكانك لا ده زميلك اللي هستخدم الزكاة الصناعي هو اللي هياخد مكانك او ان بقى فيه حاكم طاغية عايز يحكم العلم فهيستخدم الزكاة الصناعي في حكم الشعب وحكم الدولة كلها لان الزكاة الصناعية ما عندهوش غريزة التملك او غريزة الشهوة او 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 لكن ممكن حد يستخدمه في تحقيق مصالع شريرة يعني تم تسجيل ان في ناس استخدمت الزكاة الصناعي في سركة شيء او الاحتيال او النصب او تقليد صوت او تقليد فيديو وكل كل كلام ده تم تسجيله مفيش ايه مشكلة المشكلة في ايه بقى هو باشي الزكاة الصناعية العامل كده ده انسان استغل الزكاة الصناعي استخدام سيء يعني بدل ما يستخدم الزكاة الصناعي ده هو وطف ان هو يساعده في كتابة البحث لا ده خلاه يسرقله فلوس ياخد فلوس من مكانه ويحطها في مكان تاني ياخدع الناس ويركب كلام ويركب صوت وحاجات زكاة كده فالمشكلة في الاستخدام سيء يعني زكاة الصناعية هي tools اداة ممكن تستخدمها في الخير وممكن تستخدمها في شر ممكن حد يستخدمها في ان هو ينسب كلام حد تاني او ان هو يسل ابحاث او ان هو يحتال او ان هو ينشر الفزع او يسيق لشخص ما وممكن حد يستخدمه في ان هو يسهل حياة الانسان انت بتختار هتستخدمه ازاي طيب نرجع لاحداث سبع اكتوبر فتم استخدم الزكاية الصناعي في استهداف اهداف معين غير اللي مصمم ليه يعني مفروض ان الحاجة اللي بتهدف المواد اللي بتدمر بيبقى فيها اختيارات يعني فيها ان هو يقول له المكان ده او ده مفروض ممكن تستهدفه والمكان ده لا ده ده مجمع سكني او ده مدني او ان ده مثلا مدرسة يا جامعتي والامريكا لما بيبقى الحد بتتفيلها محدش عدل فيها هي الهدف دي حمرة وخضرة وحكا ازاي كده لكن طبعا طفلها المدلل بالنسبة لها اعتبر اسمار اديتها المفصوح فهو عمل ايه قال له انا عايز استهدف الجامعات رقم واحد في تدمير 100% من جامعتي يعني بدلا ما المكان ده بقى ايه علامة حمرة مفروض ما ليش دعوه بيه لا ده بقى علامة خضرة لازم ان انا استهدفه المستشفيات تمام المدارس التجمعات الحاجات الخاصة بلول المتحدة كل الحاجات دي بقت اهداف مشروعه بالنسبة له وجيتم استهداف عائلات كاملة بحيث ان ما بقاش ليها جزور او ما بقاش ليها تكملة او ما بقاش ليها تكملة او ما بقاش ليها حد يطالب بالصار لكن كل الفلسطين وكل العرب والمسلمين ليهم طار مش بس العائلة اللي انت قادت عليها فده الفكرة ان هو بيستخدم زجال صناعي بيجملونك ان هو بيستخدم حد بحربه وراجل راجل حاجة زكده لا هو بينتقم من الاطفال وبنتهم من الانساء وبنتهم يعني هو جبان وعاجز لا يكتر لكم جبان الا من وراء لا يكتر لكم جبان الا في كرة محصنة او من وراء جدر بس انا واما انا وشديد فسبحان الله هو ربنا وصلهم كده تمام فكل الجرانين وكل الصحف الاجنبية حتى الهومان رايز السووتش بتكلم ان الجيش الاسرائيلي بيستخدم الدجتال تولز والزكاء الاصطناعي بشكل لم يسبق له مثيل في غزة وفي فلسطين عشان يأكد احتلاله اللي حق مش حقه هسيب لكم الروات هنا لكن لو دورت بكلمة بولد فرست اي اي وور هيطلع لك ان هي اساسي بين الكيان المقتل وحريس اشتركوا في القناة